شكلك ده بلان قوي يا نور انتي ايه؟ معرفتيش تناني بالليل ولا ايه؟ اه والله تقريبا نمتن برحمة تأخرة شوية ليه كده حبيبتي؟ صهر بالليل وشغلي بالنهار؟ انا خايفة عليك انتي عارفة هوجن ده يبقى ايه يا نور؟ ماله هوجن في ايه بابي مش فاعمة حاجة ها؟ لا مش عارف حبيبتي انتي تقصد ايه لميز هوجن ده لقيت هو حكى لبابي حكايته كلها محدش عارف له اصل الاب ولا ام هو وارد جدا يبقى ابنه حرام ناس غيلته وجابوه ورموه قدام باب الجامع انا عايز اقولك يعني يا نور لو انتي مش حبة علي وحبة يعني كزوج او حبيب مفيش مشكلة حبيبتي انك لسانهور يتكلمني ابنه معجب بيك جدا وعاز ييجي تقدم لنا بجد؟ لا يا بابي متشكري يا ابنه انا لما عاوز اتجوز هبلغ حضرتك على طول المهم يا حبيبتي اتنامي كويس وترجعت روح النام انت ريبين دول مش عالباني خالص يا نور معلش بقى يا لود انتي عارفة ان انا لسه نازلة شغل جديد يعني بتعرف على المكتب والشغل بحط ايدي على المشاكل بشوف ايه اللي بيحسن شوي كده وهرجع لطبات ما تقليش وانا رحت فين يا حبيبتي اي حاجة دائك في الشيكة تعليل على طول يا حبيبتي قلب طبعا طبعا يعني مال هروح لي بيدي محتاجة كلامك عن اذنك بقى عشان ما تأخرش استاني هاجم عليك لا يا بابي خليك انا عارفة طريق كويس يلا باي 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 بش قلتلك بش قلتلك بش قلتلك الوادي الاسمه هوجن ده مستهل ومالى دمخة تحسيبه يمشي كده ويعيش حر طريق بعد كل العرفه من امتى وانا بسيب حاجة وراي يا لميس انا بس عايزة اتقال شوية حد ما فهم بس ايه اللي بيدور في دمخة من ناحيته انا مش عايز الفجوة بيني وبينها تزيد تاني انا ما صدقت انها نزلت الشركة طبعا يا حبيبتي بس ما ينفعش نور تنزل اليوميندر الشغل خصوصا بالحالة اللي هي فيها